أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكراً مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولدنا تحت جنحنا أولدنا تحت جنحنا حصة تأتيكم بنصائح علش باش تربيه أولادكم بطريقة سليمة يعني الأولياء دائماً عندهم تساؤلات ولو بسيطة ولكن الإجابة تكون أبسط ولكن لازم تجي لازم لأولياء يكون عندهم دراية بهذه الحالات هذه ديوم عندنا حالة مهمة جداً جداً هي العقوبة والجزاء الأولياء وخاصة كذلك في مجال التربيه والتعليم كيف هي العقوبة كيفاش يعقب الطفل وعلاش وكامل حتى الأولياء اليوم من خلال النصائح لنقدمهم لكم نشوفوا يا هل ترى هذه العقوبة هذه مليحة وللجزاء أحسن ولا في أي واقع يعني دون كل كونتاكس نقدروا نعقبه ولدنا وكيفاش وعلاش وشو هما الآثار اللي قادرة تكون عنده ونعقبه هو ما نعقبه شخوه وكامل ماذا بينا نتكلموا عليهم مع أخسائيين اللي راحين يرفقوني اليوم معنا الأخسائية النفسية سيدة أمينة حريش مختصة في علم النفس تفضلي مدام مرحبا بك مدام شرفتنا 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 تفضلي تفضلي ومعي كذلك ضيفي الدائم السيد لابري نوردين 39 سنة في مجال التربية والتعليم مرحبا بك مرحبا بك شرفنا شرفتنا تفضل 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 نستهدف اليوم كذلك تجربة حية معنا أم سيدة خوجة نجد مرحبا بك مدام مرحبا بك تفضلي مدام شرفتنا 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 في كل حصة نستهدفو طفل ولا طفلة اليوم معنا طفلة دي الوجبة المدرسية تحفي هذاك المكتب الجميل اليوم معنا ابتهال تعالي تعالي تتعالي ماذا تتعالي يا ابنتي؟ لا بس لا بس ماذا حدث في عمرك ابتالي؟ 10 سنوات 10 سنوات أي سنة تدرسي؟ أدرس سنة الرابعة ابتدائي سنة رابعة، ما تدرسي؟ نعم ما تدرسي المعدل؟ مليا فاسر خمسة عشر مليا فاسر خمسة عشر سفو عليها، سفو عليها تدرسي ببديك كيف تديري واجبات المدرسية تاعك؟ حتى يقول لك والديك رحي تقرأي ولا تقرأي وحدك من نظمة وقتك كيف تديري؟ نقرأ وحدي من نظمة وقتك كنا نشرب حليبي ثم أذهب أسترح قليلا ثم أتذهب وأصلي ثم أذهب للدراسة الله يبارك والسبت وثلاثة أذهبوا إلى المسجد لأدراس ما يبارك وبالسبت في المساء نحل واجبات المدرسية غدا اه تعلق دوهم دك ونجي معاوش ديري ترتاحي؟ نرتاح قليلا تلعبي شوية مع أصحاباتك وكامل نحفظ ماما كذلك تساعدني تساعدك ماما وبابا في الدراسة؟ حتى المديرات نشطنا تقوم برحلات تحبوا الرحلات مليح ملي النشاط مليح الرحلات واللعب مع الأصدقاء وكامل جميل جدا والأجمل أنك تنظمي وقتك شكرا بنتي فضلي رح يدلو الوجبات في هذاك المكتب الجميل وانتم تاني يا أطفال كما قلت لكم ابتهال الرحلات مليح اللعب مليح ولكن مليح أنك تنظم وقتك وهذا بمساعدة الأولياء وكذلك المدرسين تعكم إذن لازم أدلو الوجبات تعكم بانتظام باش تنجحوا مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا الموضوع اللي نقول لنا موضوع مهم مهم جدا شكون ورعه الولي الأب ولا الأم ولا اللي ما عاقبش وريده ولا ورعه المعلم ولا ولكن حبينا اليوم من خلال هذه الحصة هذين تكلموا عن العقوبة والجزاء باش الناس تفهم وشو الفرق بينتهم وخاصة ما هي الآثار لأن الطفل ممكن أنك تدلوا البنسيون ولا تتعاقبوا ولا ولكن مليح أنك تكون عندك دراية بالآثار يعني اللي قادر تخليها ممكن أنك تعاقبوا ومبعد تندم قال أنا وليدي عاقبته وكترت له يعني زيت له فلادوس كما يقوله كترت له في العقوبة ما كاش نازم نعقبوه إلى هذا الحد مثلا وكامل ماذا بينا اليوم من خلالكم نتكلموا على هذا الموضوع هذا بما أن العقوبة والجزاء موجودة بقدر كبير في المنظومات التربوية ماذا بينا نبدأ بك أستاذ لابري نوردين كلمنا بزاف الأولياء والمربيين بنا كام يتسألوا الفرق بين العقوبة والجزاء يعرفوهم يسمعوا بهم ولكن نحن ماذا بينا اليوم نوضحوهم ونتكلموا على وش هو اللي يقدر ينطابق على المنظومات التربية حتى ولدنا يكون عندهم تحفيز تحفيز لأنه إذا عقبنا وإذا جزينا طفل بدون جدوى يعني بلا ما يتربى يعني يقول أنا عقبوني لازم منزيدش ندير هاتشي ولا لازم ندير أحسن ولا يعني ما در نوله إذا كان طفل ما أخذاش درس من هذه العقوبة هذه إذا نتفضل أستاذ شكرا السياسين بارك الله فيك هذا كذلك موضوع موضوع العقوبة والجزاء موضوع مهم بالفرنسوية حتى يفهم المتفرد والأولياء والعامية والعام بالفرنسوية مرحبوه فينا في الخارج مرحبوه فينا في جهة دول العالم عبر الإنترنت و عبر الساتيليت و كامل إذن كان إذن كان العقوبة العقاب أو العقوبة إذن هناك فرق وفرق كبير ليس فرق غير في اللغة وإنما حتى في الفعل العقوبة وصل بعض العلماء التربية المعاصرين وعلى رأسهم واحد كبير معروف يعني هذا در ثورة في التربية اللي هو سيليستين فريني سيليستين فريني خاض في موضوع هذا العقوبات هذه والجزاء ويقول وصلوا وينيقول العقوبات نقولها وان فرنسي كما قالها ونشرحها من بعد لسيليستين سون توجور نرار ست نرار يعني العقوبات اعتبر دائما خطأ 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 تربوي نعم خطأ نعم خطأ تربوي جزاء وعلماء التربية علماء التربية يفرقوا ما بين كما تفضلنا كما قلنا ما بين العقوبة والجزاء ويقول لك العقوبة وشن هي العقوبة يقول لك هو هذا العقوبة هذا العقوبة تتمثل في سلطة الكبير في فرز سلطة الكبير على السلطة الضعيف الضعيف اللي هو الطيف إذن نشوف كهين السلطة كهين الفكرة تعالى السلطة وفرض السلطة تعالى أقوى من واحد والطيف هل نرجع للطيف اللي هو المعاقب هو يشعر يشعر بهذه عليها مقبولة كنت عن أصار هو يفيق يشعر بهذه السلطة يقول لك تنمو كبير عليها عنده السلطة عليها راه هو يفرض عليها بعض الأشياء أو يحقر فيها يحقر فيها بالعالم بارك الله فيك إذن هذه هي وجد يقول سيلستان فريني هذا سيلستان فريني في هذا الباب يقول لك نل لا أحد يرضى أن يكون تحت حكم سلطوي تحت حكم ما عليش يعني تقول له تدير هكذا ومتحاوش يفهم بارك الله يعني حكم سلطوي يعني تسلط يسلط عليه حاجة يديرها رخما عنه شوف الطفلك يتقول له دير حاجة بالسيف تتكلم معه تشوف هذه الحاجة يديرها بفرح وسرور بارك الله فيك هذه هي العيوب بتاع نجيب باختصار جدا للجزاء وهو حاجة أخرى هذه إذن ما تحتمج ما تحتمج على قواعد أو على ضوابط معروفة يعني تفلي دير حاجة تتحقبوه مباشرة تعقبوه وخلاص يعني تتحقبوه وخلاص ونفس الغلطة ربما عندنا زوج داروا نفس الغلطة قادر نعاقب هذا بطريقتي تختلف عن الآخر يعني ما هيش موضوعية ما هيش موضوعية تماما والأطفال الأطفال يعني هم عندهش مقيس ما عندهش مقيس كما جاءت عاقب كما جاءت تفرض عليه بالضب بلك نفس الشي كان أستاذ طفلي يدير غلطة بلك أستاذ ما رح يعقبوه بطريقة بطريقة والأخر وأستاذ آخر يعقبوه بطريقة أخرى هذا هو نحن نعرفها بكري يقول لك عود اكتب هذه الجملة هذه مئة مرة هذي نشوف عليها هذه فاشلة هذه على كل العربة بينة الفشل تحتها هذي هني نشوف اللي بدأت تتلاشى وتروح هني طوميو طوميو أحيانا العقوبة ما تتنسبش مع الغلطة أحيانا نسلط عقوبة كبيرة على غلطة صغيرة وأحيانا عقوبة صغيرة على خطأ كبير يعني ما هيش موضوعية كما تفضلت سيازي بغتي صار باش نجد نواصل ونخلي والتدخل تعالى الدكتورة أما لالسونكسيون ليهو الجزاء وحتى في الدين انتعنا كان الجزاء جزاك الله خير كم يخلون إن شاء الله والجزاء علش أربي يتكلم عن الجزاء في القرآن وفي الله الجزاء لأن الله عز وجل بينا لنا الحلال وبينا لنا الحرام يعني أحنا نعرف الحلال ونعرف الحرام فإذا وقعنا في الحرام فالجزاء من الله أربي يجزينا لأننا عارفين هلقشي وقمنا به وإذا قمنا بالحلال يجزينا أيضا يعطينا الجزاء انتعنا لهو جزاء إيجابي يعني الجزاء إيجابي وسلبي بالضبط بالضبط إذن والجزاء هو يجي بعد كما يعني الجزاء هي قنا العقوبة ما عندهاش قواعد معده أسس معده قواعد ولكن الجزاء الجزاء هو هي يأتي الجزاء يأتي بعد أو جراء أو نتيجة كين ضوابط قواعد معروفة من الجميع من الذي يعاقب ومن المعاقب يعني من الكبار ومن الصغار لازم تجي في الوقت لازم دينه وجيبة تاعك يجب أن تكون معروفة إذن والجزاء لما يجي الجزاء الجزاء لا يوجد هذه الفكرة تعلق القمع الجزاء يأتي من أجل التصحيح قال انتارك عارف هذه الأشياء ما نجمش ندروها ودرتها أنا نعاقبك وليباش تصححها إذن عندها هدف طربوي هدف تقويمي تقويمي باش من عبدوش أصلا الهدف الهدف من الجزاء أنه الطفل يراجع نفسه وما يعاوش نفس الخطأ لأنه ما نشرد عين ولا باش نقمع الطفل يعني هكذا برقراتويت ما لازم يتعلم التجربة نتعلم بارك الله فيك إذن المسيح не يتعلم بارك الله بالنسبة نقمع ونحن نقمع في الجزاء العكس تمام من العكس اللي هو عمرها ما تعتبر من طرف الجزاء عمره ما يعتبر من طرف الطفل بأنه غير عادل يعني قمعين يتقبلوا لأنه كين ديشا قواعد فهمتوا عليها على بقية وقابلنا الجامعة وتطبق الجزاء يطبق على الجامعة بنفس الطريقة لأنه قال يا أبنائي اللي يجيب ما بين عشرة واثنى سننتخل في التقويم يعني تعالوا ندراري كلهم والأوليس إنه اللي جيب طابلو دونير لوحة شارف جيب جيب تشجيع جيب كذا إذن على أي أساس هذا الأساس يكون بين إحنا نجوز للأقسام والأساتذي يقولوا للتلاميذ أنا راح ندروا المجالس مجالس الأقسام يقولوا لهم اللي يجيب أقل من الستة عنده توبيخ لما الطفل يجيب أقل من الخمسة ويدي توبيخ ما يشتكين يقول والأوليس يعني متفق عليه والعكس إذا قال يجيب خمستاش الفوق إيجابي كان إذن هذا هو الفرق بين الفرق بين أنا حبيت نتكلم عن أنواع أنتع الأنواع الأنواع في المدرسة يقول لك اللي أخطر وأصعب كونيسيون هي اللي تمس الشعور أنت عن طفل يعني إحنا تعرفوا اللي كان بعض العقوبات اللي تنحات اليوم كانت موجودة في الماضي أسهل أسهل وأبسط حقوبة هي الضرب كانت كارثة ننشفان نشفان كنت في الإبتدائي يعني كان العقاب الجسدي وكاين مثلا الطفل لما يختع كانوا يعلقوا له الورقة هذه في ذهره ويروح يدور على الأقسام كلها يشوفوا الغلطة اللي غلطها وكأنه هذا الطفل هذا عالم ما كاش يغلط يعني كارثة الحمد لله أنا نشوف هذا نقص ولكن ممنوع أنا نشوف لما رأي فيديو تاعة أساتي تضربو في الأطفال وكامل وتشوف يعني الناس ردود الفعل لتحهم يعني الناس كلها درك خلاص يعني درك الضرب يعني ما نقول العنف العنف الجسدي يعني جسدي ما نقول لأنه الضرب حجرة كبيرة العنف الجسدي خلاص العقاب الجسدي العقاب الجسدي يعني هذا العقاب الجسدي هو موفر جدا وعنده أخطار من هذا ربما يكون في حصا واحدة أخرى العواقب التاعه العنف التربوي وكاين كما قلت بعض الإشارات بعض العلامات اللي يدلوها الطفل اللي يدلوه حتى الأذنان صح صح والورقة هذيك ويمر على كل أقسام يعني إهانة إهانة ويطيح له من قيمته من أخراس مالفتش رأسو هذا أخراس يعني هذا هذا صدمة 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 خطيرة وتخليه ينفر أنا كان يقرى معي واحد أنا شخصيا في السنة الرابعة ابتدائي تخلي القسم جانب تأخر ولا ما نشعرف واش تشوف العقوبة كيفاش كانت كبيرة المعلمة درت له مستارة كاري هذيك مستارة مربعة بين سبعتي هنا ودورتها له الطفل ناد خرج إلى يومين عمره مقرأ نعم من هذك اليوم مرجع للمدرسة كيفاش ترجع للمدرسة يقول للمدرسة هذي رمي رمي يدربوا فيها يعني يعني ينفر من المدرسة يعني نحن ندر كأولاد نار نحاوس كيفاش يحبوا المدرسة يحبوا المربيين يحبوا يحبوا الحياة يحبوا وانتها دلوا أشياء اللي تهربوا من هذيك المدرسة سيزيد تعرف لبلي هذا الضرب أو العقاب الجسدي أصبح يعني فعلا يعني ممنوع حتى الأولياء ما يقبلوش أولادهم ومن حقهم صح تعويض هذا العقاب الجسدي بالعقاب اللفظي اللفظي يعني يعني يبهدل صالي سبا دوتراس هو يظن يبهدل ولكن هذا العقاب اللفظي الآثار تعويه أكثر قد يكونوا أخطر من العقاب الجسدي أخطر في نفسية الطيف وسخصيته وكذا كان عقاب ثالث حتى حتى يعني أكتفي بهذا عقاب ثالث موجود بكثرة في المدارس وهذا خطأ كبير أيضا هو العقاب الجماعي يجي صارت حاجة في القيسم أو في القيسم خاصة يجي المعلم يعقب كل التلامية وهنا يشعر من لم يخطئ هذا يحق يقوله بالظلم بالظلم هذا ظلم هذا ولذا ننصح ننصح دائما معلمين بتفادي العقاب الجماعي هذا لا ينفع أنا نظلم دخلك تشك راهم جماعة عندك شك بلي واحد فيهم كيمي يقول لكي يفرق ميو لسي ميل كريمينال وليبرتي ودن بريزون ان نصان دوك عندك شك بلي واحد ولا تنين داروا حاجة تشويش ولا حاجة ما الأفضل أنك تسامح الكل على أنك تعاقب الكل على أساس تنين يعني شيف رغمنا دلو بنيفيس دود شكرا 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 سيدة أمينة حارش مختصة اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل لما نقول الأسرة والطفل والطربية وكامل مباشرة نفكره في العقوبة يعني نفكره في العقوبة ولا الجزاء ولا مدى بنا تكلمين عن نفسية نفسية إما الطفل نفسية أنا نظن باللي إذا كان الطفل يعاقب بطريقة كما قال الأستاذ بطريقة بالمرة طريقة جاوز الحدود أنا نظر من النفسية تعوال دي رغم يرقدوش هذك النهار يعني سنوغير الصباح يطلع باش يروحوا لمدرسة يشوفوا كشهدير وكامل مدى بنا تكلمين على الجانب النفسي هذا تفضلي أستاذ أولا مرحبا بأستاذنا تحية لك يزيد بكل أطفال وصديقهم تحية لبناتي وأبنائي شكرا عندما نتحدث عن العقاب والجزاء وهذا العقاب والجزاء الموجه إلى أطفال إلى براءة حتى سن 18 هو طفل بالمرة ما على بالوش قال لش ما يعاقبوه فيه نعم ويزيد وحنا المشكلة أنه طفل 16 سنة 17 سنة خلاص يقول لك أصبح رجل نحن نشوفه حتى في عمالة الأطفال يقول لك من حق يعني يقدر الطفل يخدم كير حق 18 سنة يعني نشوف حتى القوانين تخلي هذك طفل نحن نبدأ ونعاقبوه حتى في القضاء يعني في القضاء نعم يبقى طفل يبقى طفل نحن المشكلة يعني ويبدأ من الأسرة لأن الأسرة هي أول مؤسسة للتنشيئة الاجتماعية قبل ما اللوم الأساتذة الأفاضل نسبق اللوم الوالدين لأن الوالدين لازم يعرفوا أن هذا الطفل عنده فروق نفسية يعني هو مع أخاوته مع زملائه عنده مشاعر شخصيته متكونة من تركيبة فيها مشاعر أحاسيس ميول اعتقادات رغبات هذا طفل يعني نقول بالله عليكم هذا الطفل اللي عنده كل هذا الأحاسيس والمشاعر أول حاجة لازم نآمن بللي هذا أوليدي يفهم ويحس عندما أؤمن أن هذا الطفل يفهم ويحس نقول لي أختار نوع العقوبة ونوع الجزاء إحنا الوالدين يقول لك هذا الطفل نا أنا لنحرك أنا لنسير نشوف العديد من الأولياء يعني نصبهم يزيد حتى هو يحب يسقط شخصيته في الأبن التاع أنا لازم قاري وليدي يكون قاري ولازم يدير تخصص التاعي ولازم يدير أنا طبيب وليدي طبيب طبيب وحتى لما نياغ ولي جاست يعني يحب شخصية تاعه يسيبها خطأ صدقني يعني والله العادي من قول الأولياء خطأ كبير لازم تآمنوا بلي هذا أولاد كمراء ما يحسوا الحاجة الثانية عندما يخطئ الطفل عفوا وكلنا خطاءون ونشوفوا أنه الخطأ يأتي حسب مراحل العمر طفل سنتين حتى الأربع سنوات رو يكون جزء من شخصيته من أربع سنوات إلى ثمان سنوات من ثمان سنوات إلى اثناش سنة ستأتي المراهقة أنا طفل عندما يخطئ عنده سنتين أول حاجة يجب هنا أني نتعامل معاه بطريقة حسية أكثر ونقول له شوف كيف ترفض هذه الحاجة راح تنحرق نفهمه يعني ألم النار أنا شفت قطرة نعم مرا مي هذك النهار رجتي أوردو موا للأسف وليدها كان يتقرب من النار وشكلت لهم خلوه يتحرق باش يعرف لذيك النار تحرق هذا الخطأ الفاذي اللي نويت يعني نقولها أنه نشوفه نبره نقول لوليدي لكن نشرح له الأمر الحسي نقول له شوف وليدي النار تحرق نعطي له صور ما نرحش نحرقه لأمهات يعني ولا غير صدقني كينا حادثة ونعرفه هذا الطفل وراه مهندس معماري ونقولها من هذا الحسة كانت الوليدة ومعلمة للأسف أستاذ الفاضل وليدها يعني بشتعقبه بالفرشيطة لفوخشات هذي تسخنها وتقول بلي كان يبكي بزاف كبر وراه مهندس معماري وعنده تأتاءة يعني نشوفه راجل شوفوا كيفاش راكم تعقبوا أولادكم أصيبه بتأتاءة تسخن الفرشيطة وتكويه نعم هذي تكويه يعني في كل مناطق ملجسة تتاعه هذا الطفل يقول لأولياء إذا عقبنا أبنائنا بطريقة هستيرية أولا وهذا العقاب يكون حسب السن نعود نرجع قلت سنتين هذا كتع سنتين سيتانونفو عنده روح الاكتشاف يحوس يكتشف لازم تكون المراقبة من ثلاث عصوم بارك الله وفيك قبل ما نلوم ولدين أولدي من سنتين الاربع سنوات أتفادى وضع الجفال وكل مواد التنظيف أتفادى أني نشعل نخلي الفرن ومشعول أمامه أتفادى كل هذا ونعرف نتواصل معاه نبين له جانب الحسين نوري له الصور ونقول له هاي الحروق ما هي الحروق نخليه يشوف أنه إذا شربنا جفال يعني يشوف النتائج السلبية على جسدنا هذي كلها نروح من الأربع سنوات يكون الطفل زاد نسبة الوعي عنده ونتواصل معاه نلحق للمشكل الكبير اللي يرى ويحدث هو عندما يدخل الطفل إلى المدرسة وهنا الوالدين يقول لي عندهم هوما فوبيا ويحتاجوا إلى متابعة نفسية ولدي دخل يقرأ سنة أولى لازم يكون متميز مثل ابن جارتي مثل ابن أختي ونبدأ ما نرى عيش هذا الطفل تب هذي لا يقول ولدها مقرش مليح صحيح يا زيد ويبدأ ندير نبدأ أنا نفسيا راني تعبانا نبدأ نقول هذا وليدي لازم يكون الأول في القسم التاعو ثانيا ما نعرش بلدي هذا ابن عنده احتياجات نفسية بلدي الحجم السائعي لأبنائنا كلهم ونظرني شاطروني الرأي الحجم السائعي كبير يعني يدخلوا المدرسة يقرأوا مصبح العشية الأطفل عندهم طاقة بنتاعي يضغط بزاف وليت نربطه وليت نضربه الفان عنده فرط الناشاط بلعبس تخليه يربطه معلش نديره يدير رياضة عنيفة يدخل جيده هالي عنده نستثمر فيه نخليه يعب أضعف الإيمان تروح تشوف الطبيب يعني لبسيكولوج أضعف الإيمان هو يقول لك وش دير مش أنت وكان جينا ندوي نفوسنا بنفسنا ما كاش أخصائي نفساني واجتماعي ومكاش يعني الجامعة تغلق تربط ولدك على خطرة يزغط بزاف مكاش منها لازم انت بسك ما ديتوش الأخصائي ولا هاتين مسؤوليتهم وبزاف كي الأولياء يا للأسف يتهونوا يتهونوا باش يدي ولادهم الطبيب يتهونوا باش يدي يعرضوا وخاصة نتكلمنا في حساس الماضية على باش يعرضوا ولدوا على أخصائي نفساني سنباش جين شغول حاجة تعيحة أو يدي ولدوا البسيكولوج ما زالنا نحنا البسيكولوج غياب ثقافة الأخصائي النفساني وزيد القول دايما باللي النفساني والاجتماعي يمشوا مع بعض يا زيد لأنه هم اللي يعرفوا ما هي الأسباب اللي خلات هذا الأنفان أنا فرط الناشاط يقدر لإبن التاعي الأم تكون حامل وتحمل لإبن التاحها شعوره بهذه الغيرة يخليه يبوشي يقدر هذا الإبن راهو يتعامل معه مثلا يعيبوه صحابه يقدر هذا الإبن راهو يحس بنقص يقول يرفض الانتباه لآخرين دايما يقول وكان أنا شفت مرة جدة جدة نعم يا بنتي لانشي عندي الدرد ويديك القبيح غير ما تجيبهش يعني شفتها بعيني شفتها للأسف الشي كارثة كارثة يعني باش تشوف عدم التكفل بهذه الأطفال مسؤوليتنا تجيبوا الدرد لازم تكفلوا بيهم ما كانش منها أنك تجيب طفل تسيبوا قبيح تسمح فيه ولا مسؤوليتك مجبر لازم مجبر يعني ما فيهاش نقاش وصدقني يزيد والمشكلة أنهم كيزيدوا يدخلوا المدرسة بشي نتكلمون العقاب والجزاء كيدخلوا المدرسة يبدأ يفكر أنه هذا الإبن التاعو إلا كان تحصيله المدرسة متوسط يقول بلي هذا الطفل ما يصلحش والعديد من الأولياء أنا نقول لهم أحيانا الضرب الجسادي يعني أحيانا تضرب طفل هك هو أسهل من أنك تقول أنتايا نقولها بالدرجة يفهمو أنتا ما تصلحش ويقولوها أنتا عرة أنتا ماشي شاطر أنتا بهلون أنتا آخر واحد أنا نقولها سمحولي لكل الأمهات والآباء أنا جب خفاغ أنا كأخصائية تقول ليراني ضربت وليدي معلش بكري وعلي خرجوا الآن شوفوا بلي إحنا خرجنا جيل متوازن معرفوا الصح والخطأ بكري كانوا يعقبونا كان الأستاذ الفاضل يضربك الشيخ هكا ولكن تجاوز اللفظي ما كنوش نعرفوه لكن لم المعلمين لم الأولياء تجاوز اللفظي عمرنا ما عرفنا لو دي باسمو بارك الله جميع عرفنا يا زيد أنا إلي حشمت طفل وراك قلت والعديد من المتمدرسين ومن أسباب التصرب المدراسي في سن صغيرة أنه طفل يكون عنده 14 سنة كما هذا الشاباب أو كما الشابات ويقول له قدام الجنس الآخر أو يقول له أنتا غبي أنتا ما تصلحش هذا الطفل نتيجة إحساسه أنه هو ضعيف وأنه هو ما عنده قدرات ومهارات يقدر يتصرب مدراسيا وإحنا كأخصائي اجتماعيين في دراستنا لأسباب التصرب المدراسي كذلك أحيانا الأبناء ينتقموا من أولياءهم عندما يشوف بلي الوالد يقول له بلي أنتا ما تصلحش يقول لك خلاص أنا وشاني ندير بابا ما يفرحش أنا وشاني ندير يما تزعف إذن نتكلمه على العقاب المادي اللي هو الجسادي إذا تعدى حده رح يصبح إرهاب إذا عاقبت الإبن التاعي بطريقة رهيبة رح نخلقه هو غدوة يصبح شاذ ورانا نشوفه باللي عديد من الأشخاص الغير متوازني في المجتمع الجزائري نتيجة اللي تربية وتنشية أسرية غير سليمة نتيجة اللي طفولة مرضية إذن إذا ضربته بزف هذا رح نوجده بشيكون مجرم غد وبالمقابل إلا تعاملت معاه بنسميه إرهاب معناوي ولفظي هنا رح نزعزع ثيقته في نفسه بالله عليكم هذا الطفل وهذا الطفلة غدوة تزعزع ثيقته في نفسه غدوة رح يكون شخص غير متوازن غدوة يقول لي ما يعرفش الصح والخطأ وبالتالي رحين نتحمله وزر الخطأ التاعنا إذن العقوبة نقولها يا زيد العقوبة نتيجة تحسيل مدرسي ضعيف أو نتيجة أخطاء يرتكبها الطفل أو الطفلة في البيت التاحهم تطلب سياسة سياسة معينة تطلب حينك ولدي نعرفه ما يحب ش يلعب يحب يلعب بالتابلت نحيلوا التابلت رقوبة وليدي نعرفه يحب الشوكولة بالزف لما نحيلوا الشوكولة وليدي حتى بارك الله فيك الجمعة هذي ما نخرجوش هالختمتها بقريتش مليح ولا مدرك واجيبت المدرسية تاعك ولا ما نخرجوش بعد يفكر الأسبوع يقول لك ها لازم نديرهم باش الأسبوع المقبل نخرجوه حرم قاعدة إلى ما خرجت مثلا ولا لطابلت انترنت ولا لجو فيديو ولا قاعدة الأشياء اللي يحبها مثلا يخرج لعب مع أصحابه ونص ساعة ونص ساعة في النهار وكامل ممكن هذيك يعني تمنعه من هذيك الشي هذك رح تحفزه باش يعني باش باش أخش ما نروحوش ما نروحوش لهذا القمع كما يقولوا والألفاظ خاصة للعقوبة الوصفية جارحة جدا لأنها راح تحطم معنوياته أنا أقول بلي هذا الطفل عنده جهاز نفسي كي ما عنده جهاز فيزيولوجي هذا الطفل عنده شخصية متكونة من كل المتغيلات اللي ذكرتها ساليفاً أنا أقول بلي هذا الطفل إلا عاقبته بالعقوبة اللي تتناسب مع الخطأ اللي ارتكبوا إذا اخترت الوقت المناسب السن المناسب نقدر نحرمه أنه ميروحش عن جداه في نهاية عطلة الأسبوع نقدر نحرمه من أمور بسيطة كذلك هذا الشي يخليه نسبة الإدارة عنده بالخطأ والصواب تزيد لأنه بالعقوبة السليمة نحن نكونوا موضوعيين يا زيد في العلوم موجودة في علم الاجتماع وعلم النفس موجود أن العقوبة تساهم بشكل كبير لكن إذا كانت عقوبة فعالة ونجيعة أنا مثلا الطفل التاعي ارتكب خطأ جاسيم نحرمه من شيء يحبه هذا هذا أكيد رح ينمي عنده الإدراك أنه من اليوم وصعيدا لا أرتكب هذا الجرم الأستاذ نفس الشيء حتى ما يحرمونيش من الشيء اللي نحبه حتى ما يحرموني إذن نقول أنه في حديثنا في نهاية التدخل هذا نقول أن العقوبة يجب أن تكون عقوبة تتناسب مع سن وجنس والوقت الخاص لفرضها على أمان أنا أنا دائما أفضل الجزاء على العقوبة ولكن ما عليش ما نرس في اللغة ما نرس في اللغة نعم نعم لكن كان حاجة لا بد أن يأخذ حقه أن يعاقب نقوله يعاقب يجاز أو يعاقب بالطريقة المثلة بالطريقة السليمة بالطريقة اللي اللي تتهم في تصحيح في تصحيح الشي هو مثالي غير تغلطة صغيرة ما تقوله يا الفاشل يا اللي ما تعرفه يعني أنت جميع عرفتك شي حاجة يعني شي صحيح يعني جزاء تقويمي جزاء تصحيحي تربوي تصحيحي لكن كان حاجة ما سوف نخفل الله فيها علش نستعمل كلمة الجزاء أحسن لما يصحح نفسه انترك تعاقبوه ما تخرجوش ولا تمنعوه كذا من بداية تشوف الأسبوع اللي بعده والشهر اللي بعده الطفل كفة يطرى عن أخطاء نعم أنا هنا لازم نبيله أيضا التحفيز الإيجابي نعم نعم التحفيز اللي بالجميع قال بارك الله فيك ابني شت الأسبوع اللي ماضي وسكدة يريد الأخطاء وكذا واليوم هنا يدخل الجزاء الإيجابي هذا هو الجزاء الجزاء مروش غير عاقبو وتيبه هذا العقوبة عنا عدنا سيزيد والله أربابا نخدمه بها في المدرسة أنا دمنا نتكلم شوي على المدرسة أكثر لازم الحنين أستاذ الحنين 30 سنة يعني في المجال حنين المدرسة أنا معرفش حاجة أخرى أنا أدخلت المدرسة في عمري خمس سنوات ولم أخرج منها حتى ولت عندي أكثر ستين سنة ما شاء الله شو يعني حياتي كلها في المدرسة هناك مسألة قضية لها، لها علاقة بالعقاب وESSONCTION و الأجازة في المدرسة أولا مجلس مجلس الطاعة مجلس التعديم المجلس التعديم موجود في الخطبي الأسمية التعديم المجلس التأذيبي المجلس التأذيبي المجلس التأذيبي الناس شوفوا الأولياء والتلاميذ وأغلب الأسرة التربوية تشوفوا هو مجلس يعني هو محكمة محكمة ردعية نرجع نرجع إليها بينما المجلس التأذيبي هو ليس لتسليط العقوبات والعقوبات على المخطئ على التلميذ المخطئ وإنما هو كذلك فرصة أو مجلس لإعطاء الجزاءات والمكافآت للتلميذ الذين يتفوقون سلوكا وعملا ونجاحا في امتحاناته لكذا وإحنا قليل قليل ونتلقى مدير محنك أو أستاذ محنك يقول يفو زمننا نعقده مجلس التأذيب لأنه عندنا تلميذ أو تلميذان ما شاء الله متأدبين متربيين ما يغيبوش زيرو أبسانس في فصل كامل زيرو في عام كامل أنا علاش بالنهاية مناطينوش جائزة إذن شوف البليلة ساستين سونكسيون نعم 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 نعمroitين نعم نعم أفضل فعال كان أفد Menurut Jeff enjoyed their again Awesome C globonia a Bank of contact me شكرا لحبيت برك كان واحد الحاديتها سارت للوالد انتاعي ربي يحفظون ان شاء الله كان يحكي لي عليها كان في البريمار كان في البريمار في الخمسينيات يحكي لي قال لي نهار دخل عندها مدة مليقى لها لي تخلي البريمار يقرأ واحد نهار ما نشعرفه وش دارها اقدار مع البالونش هو وش اول مرة يدخل يقرأ في سنة اول وكامل يسمع بلا بونيسيون هذي يسمع بيها مع البالونش وش هي وانبالون يروح بونيسيون يرجع راسو مكاش يدو مكاش يعني التخويف تخويف يعني قال لي واحد نهار واحد نهار قالوا له ترهيب بالضبط يعني شي واحد نهار قالوا له مش حرفوش غنط قالوا المديرة ويحوسها لك ومن بعد كي راح عند المدير مش حرفوش دار قالوا واشترتو كذا وكذا بعد جبدو احد الكتاب قالوا غوكو بي موصا ديفوة قالوا اخوذ هذي كتبها لي ديفوة جابها وارجع للقسم بعد سحابه قالوا واشواش واشتلك واشتلك قالوا مدلي وقالوا اعطاك بي نيسيون اعطاك بي نيسيون قالوا لا لا قالوا له واشي عطالي قالوا ما عطالي قولي كتبهاتي قالوا هذي يا بي نيسيون 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 راسي يطير من وليس يعني الترهيب يعني بش تشوف حتى شغول الاستاد يرجعه شغول غول نعم يعني كل أستاذ كذا المعلم أن يكون رسولا يعني الأستاذ أراه في محل الوالد يعني الأستاذ في محل الوالدة يعني هذا كنت ترهيب هذا كامل يعني هذه تأسرات منذ عدة عقود ولكن بشتوف كين ترهيب هكذا في سكرا في نفس سياق يعني صرت أنه صرت أنه هنا قبل من دخل السيديو كنت معنا قفلة صغيرة تقرأ في المتوسط في السنة أولى متوسط أنا حبي ده من أسألهم قلت لها تحبي الأستاذة توا قاتلي نعم ما تقاتلي إلا واحدة ما نقوش بشم المادة بشم المتصقمة ما نقوش بشم المادة بش نحافظوا عن المواد توا قاتلي إلا هذه الأستاذ وهذه التنميذة هذه نجيبة يعني عندها جبت في الفصل الثاني أكثر من 14 نجيبة يعني تقرمليح لكن ما تحبش هذه الأستاذة هذه وأنا دائما الوظيفة أنت قلت لها ولك لماذا عليش هذه الأستاذة أستاذة بها واش تقول لي ما قلت ليش ما تعرفش تقرأي ولا كذا قلت لي لأنها عقبتني واش عقباتك ماذا قلت لي ضربتني ضربات ولماذا قلت لي انسيت الكراس شو تلميذة نجيبة تلميذة نجيب هذا هو يقرب منه مهتم وكذا ونسى الكراس هل يحتاج إلى عقاب هذا هذا سميه العقاب هذا سيصال تلميذة 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 تجعل التلميذة تكره الأستاذة وما أدرك من الأستاذة أنا أحبب تلاشل يا الأستاذة قلت لا الأستاذة تحبك وليزم بس بي للأخرين اللي رأي زعمها بس واحد أخرين ما ينسى وش الكراس وش ملاح ولكذا ولكنها قاتل الكراس برك كلمة بركة فقط أثرت في المسيطة أستاذة يعرفها المتأثر نعم لابد لي أن ما نستحقس عقوبة ونيتها ما كانش بس نسى الكراس ما تنسى يعني هي مليح أنك تعقب التلميذة ليعمد آه ولكرر ويعمد أنا أنا نصيحة لأنها نجيبة ومس كما هذك الموالف يجب الكراس يجب الكراس متعمد 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 متكتب درسين أو ثلاث يخاف من الرقبة إلى غني الدني إذن لازم نكونوا أذكية في التعامل مع الجزاء والعقاب مع أبنائنا سواء في البيت أو في المدرس شكرا 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 سيدة خوجة نجات مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك ركي حضرة معنا اليوم لأنه عندك أطفال في سنة مدرس عندك الحمد لله ربيتي أجيال يعني نشوف في السنة أولادك متفوتين ربي يحفظهم إن شاء الله حبيت لو كانت تكلمينا أثناء التربية تاعك تاع أولادك هذا كيفاش كنت تتعاملي مع العقوبة يا هل ترى كنت تتربيهم يا هل دار كنت تحفزيهم معليش يعني لو كانت ترجعين سنوات الوراء وكيفاش هل تطورت يعني طريقة تعاملك مع الأطفال تاعك هل تغيرت يعني من سنة إلى أخرى ولا من سنين إلى أخرى السلام عليكم مرحبا بك السلام عليكم عيشك عندي بلدي كبير قالوا لكم تكين قري ما يحبشي قران الضربة أكي تقري اليوم بل يدرر كبير قاررين الضربة قولي ماما ما نكتبش وفي عمرو 18 نادركة 18 دكو أقرب الجامعة الله يبارك يسلمك ماشي نضرب ولاك الضرب بتاعي لا مشي الضرب المبارح بياسي ولكن كانت العقوبة يعني الجسدية هذك نضربوا هكذا شوية نسقي معاه نحرموا بصوالح ما يلي يبغيم هو هكذا وخوتهم خوتهم الصغار ولي جوا موراه لا لا بشي هكذا يعني الوقت تغير الوقت تبدل لا لا الوقت تبدل الوقت تبدل الوقت تبدل ولا دولك الدلاري تبدل وعادوا دلاري دولك قافزين على لا تعبك هلا شوية لا لا وقراب لمواليهم ثانية وقراب وقراب لمواليهم أنا نشفى بكرية مثلا كان الوالد نهار كامل هو يخدم ويجي في الليل عيان عيان بلك في العشاء ما يتلقش مع ولاده ياتك صحيح هدية دولك الوالدين ياتك صحيح نخصوا شوية لولادها تكسروا معهم شوية يحضروا معهم نشوفوا شراء محابين مالا بيش نقطة لقاتع التعامل دولك تغيرت تغيرت بس بالمفاهمة بالمفاهمة كم نديرش حاجة دولك ما تدربهم ما نضربش نكل أخلهم نحيلهم كش حاجة محابين نحيلهم هذي تعال ويكيند ما ندير ما نخرجهم شي حوصهم ما تخرجهم يعني ذي زي ما كيقربوا الامتحانات نشوفوا شي حابة شو حاب يشيري وش راحب كي تجيبيني المعدل هكذا نشري لك ندير لك هذي دكور يعني تكلخ كل حاجة بتكلخ يعني طريق هذه تولي أخر من طريقات بالضبط يعني ولو أنه الطفلين تاعك الحمد لله هروا نرجح هروا في الجميع وكامل ولكن كما قلتني مقبلة الوقت تبدل الوقت تبدل ولكن أنا نتكلموا يعني ضرب من ضرب تاع بكري والدينا قاع ضربونا ولكن مش يضربوا برح هذيك اللي كان بعيد الشر كان اللي حتى يوصلوا للآثار في الجسد التعوقع تشوهات ومموا وما ما يديروا له يخرج الطفلة ما يقام ما يديرش لان بعد يفسد يعني يتعقد كلش بضبط بضبط إذن كيما قاتلكم الوالدة ملاح أنكم تكلموا مع أولادكم تشوفهم ما يحبوه وما يحبوه صاحبهم صاحبهم لازم تصاحبهم والعقوبة لازمها تكون دائما في المقياس انتحها إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده إذن يا أولياء إن شاء الله تكونوا توفقتوا وتكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصة هذه في هذا الموضوع العقوبة والجزاء دونك إن شاء الله تقدروا تستفدوا معنا وتواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحتجنحنا بوان كوم ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنحنا سلام من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح ندل جهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدا نحب الجرية في كل مكان حق العيب يزيدنا فرحة وكذا إلاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لا مقهولة ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان